موسيقى غدرت القوة الأجنبية أفغانستان وخرجت قبل موعدها الذي كان مقررا في 11 من سبتمبر المقبل تاركت للجيش الأفغاني مسؤولا بشكل كامل عن أمن البلاد تحولت الأوضاع هناك إلى حالة من الفوضى وتغلغلت طالبان في الأقاليم والمناطق إلى أن سيطرت على كابل بشكل كامل نتحدث في هذه الفقرة ونتساءل عن فشل التدخل العسكري الغربي في أفغانستان مع ضيفنا من ألمانيا دكتور عبد الرحمن عمار وهو خبير بشؤون الأوروبية والألمانية بلوتشفيلة الألمانية دكتور عبد الرحمن مساء الخير وأهلا بك في صداء الأسبوع مرحبا دكتور عبد الرحمن إلى حد اللحظة الكثيرون يتساءلون ما الذي حدث كيف سارت هذه الأمور بشكل كامل من الذي حدث بالضبط في أفغانستان وعادة طالبان بعد عشرين عام من القتال الذي يحدث في أفغانستان هو طالبان إلى طالبان قبل عشرين سنة تم الإطاحة بنظام طالبان بعد تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن بعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وتحميل مسؤوليتها إلى القاعدة التي كانت تتخذ وقتها الأراضي الأفغانية مقرا رئيسيا لها لكن مع الوقت ورغم نجاح التدخل الأجنبي في إبعاد خطر طالبان حيث صار ينحصر وجودها على قندهار وبعدها في جنوب البلاد على الحدود الباكستانية لكن مع مرور الوقت صارت الحركة تتواغل شيئا فشيئا في الأراضي الأفغانية مستفيدة من الفساد الذي كان مستفحلا في الكثير من المؤسسات مثل الانتخابات الرئاسية التي أجريت شابتها عمليات تزوير وهناك رشاوة وهناك فساد أيضا وضعف الجهاز العسكري كل ذلك يلتقى مع وعود الرئيس الأمريكي ترامب وبعده بايدن بإكمال انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية في الأراضي الأفغانية وهي ما استغلته حركة طالبان ولكن المثير للانتباه ليس هذه السرعة وبسط سيطرت الحركة على البلاد لكن ردود فعل الحركة التي حاولت أن تظهر الآن بأنها تخلت عن نهجها المتشدد تريد طمأنة العالم وأيضا الكثير من ردود الفعل الدولية التي رحبت بطالبان كشريك مستقبلي ذلك مثلا فعلته الصين والروس أيضا يريدون التعامل معها وأيضا الاتحاد الأوروبي قالت يجب أن نتحاور مع الحركة يبدو أن الكثيرين أيضا قبلوا بالأمر الواقع بأن حركة طالبان عادت ويجب التحاور معها والتفاوض معها بدل الدخول معها في مواجهة عسكرية جديدة لو نتحدث بشكل أبضح لمصلحة من ما يحدث في أفغانستان؟ هناك عوامل كثيرة لعجلت بعودة طالبان أبرزوها انسحاب القوات الأجنبية بدأت القوات الأمريكية منذ حواري ثلاث سنوات تنسحب شيئا فشيئا وبايدن وعد وقبله ترامب وعد بسحب آخر جندي أمريكي على الأراضي الأفغانية نفس الشيء قمت به الكثير من الدول التي شاركت في التحالف الدولي ضد القاعدة حينها مثلا ألمانيا وفرنسا والكثير من الدول ينضف إلى ذلك الضعف الموجود داخل المؤسسة العسكرية والجيش الحكومي الأفغاني لأنه اكتشف بأن سبب فساد المؤسسة الأفغانية جعلته يتخلى عن التحفيز الذي كان لديه في السابق وغالبية الجنود الأفغان استسلموا بسرعة دون الدخول في قتال مع طالبان أو فروا إلى بلد الجوار إلى مثلا باكستان وحتى دول أخرى وعامل آخر هو المفاوضات التي دخلت فيها طالبان مع الكثير من الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جعل الكثير في الداخل الأفغاني ربما يتصالحون في الحركة ويرون فيها المستقبل السياسي في ظل الفساد وفشل الساسة الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بنظام طالبان فشلهم في توحيد البلاد وتحقيق التنمية والرفاهية للأفغان السؤال الآن هو كيف سيكون مستقبل أفغانستان هناك مخاوف من أن تكون الحركة متشددة كما كانت في السابق رغم أنها لا تزال تبعث رسائل طمأنة للداخل الأفغاني وأيضا للخارج عشرين سنة من الوجود الأجنبي بالتحديد الأمريكي طبعا بالإضافة إلى ناتو وغيره لماذا فشلت هذه الدول الأمريكية والدول الغربية في التصديل الطالبان؟ فشل الدول الغربية في التصديل الحركة سببه أولا فشلها في بناء وتقوية المؤسسات الأفغانية كانت تركيز منذ عشرين عاما على القضاء على خلايا الإرهاب خصوصا القاعدة بالدرجة الأولى وكانت تركيز على بن لادن منذ أن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في قتل بن لادن كانت تقول بأن الخطر الذي كان يهدد مصالحها صار يختفى هذا الخطر ولم تكن الدول الغربية المتواجدة هناك وحتى الاتحاد الأوروبي صارمة بما يكفي مع المؤسسات والسياسيين الذين كانوا فاسدين وفشلوا أيضا في تحقيق التنمية المنشودة كلها عوامل خارجية وداخلية جعلت الحركة تستفيد من ذلك وتبدأ في الدخول في مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية لطمأنتهم بأنها ستتخلى عن نهج العنف ولم تضر بمصالح الأمريكان ولا الأوروبيين لا في الداخل الأفغاني ولا في الخارج الأفغاني وهي عوامل كلها كثيرة ساهمت في أن تعود الحركة بقوة وتنجح في الاستيلاء على غالبية المحافظات والمدن الأفغانية صفقة بين أمريكا وطالبان هكذا تحدث البعض ما رأيك بهذه الصفقة؟ خاصة مع الاتفاقية التي تمت بين أمريكا وطالبان في فبراير الماضي بشأن يحلال السلام في أفغانستان مع مصير أيضا هذه الاتفاقية في كلمته بعيدة الإعلان عن سيطرة طالبان على العاصمة كابل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الدخول إلى البلاد قبل عشرين سنة لم يكن بهدف بناء دولة جديدة بل بمحاربة تنظيم القاعدة والخطر الذي يتهدد المصالح الأمريكية كمثلا الأحداث الحادي عشر من سبتمبر والكثير من أيضا الإغتيالات والأعمال الإرهابية التي استهدفت مصالح ومؤسسات أمريكية والأمريكان منذ البداية كما هي الحال في العراق التي أيضا كان فيها سيناريو مماثل لتدخل أمريكي فاشل في النهاية في بسط السلم وتحقيق تصالح فإن في أفغانستان كذلك اقتنع الأمريكان مع الوقت بأن التواجد العسكري لن يفيد وسيطول دون إحلال السلام ولا يمكن الإرجاع المفاوضات السياسية وتحقيق مصالحة داخل البلاد دون إدماج حركة طالبان التي لديها نفود على الكثير من القبائل هل هي صفقة؟ لا أعرف المؤكد هو أنه كانت مفاوضات في البداية في الدوحة وكان الهدف منها أن تقود طالبان مع الحكومة الأفغانية التي كانت تتولى تسيير شؤون البلاد إلى وقت ليس ببعيد ببناء مشهد سياسي جديد لكن بايدن يتهم السياسيين الأفغان بأنهم لم يتجاوبوا بما يكفي مع المقترح الأمريكي ما جعل طالبان تستغل الوضع وتعود بكل هذه القوة لكن الكثير من الخبراء يقولون بأن ذلك كان أيضا بضوء أمريكي لكن بضمنات أن لا تستعمل العنف لاتجاه الأمريكيين والاتجاه الأوروبيين بل أكثر من ذلك بأن قاد من طالبان أجروح ورات صحفية مع قنوات إسرائيلية كرسائل طمأن بأنهم لن يقوموا بأعمال عدائية وإرهابية ضد اليهود والأقليات في الداخل ولأول مرة لديهم متحدث إعلامي لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعية نشروا صورا تحاول أن تقدم صورة ناعمة للحركة وما يجعل الكثيرين يتفاجأون بهذا الوجه الجديد لطالبان حيث فاجأ الكثيرين مؤخرا ألا يعتبر هذا الدرس في حالة أفغانستان دليل قاطع على فشل الاستراتيجية العسكرية خاصة من الغرب طبعا سواء في أفغانستان أو في العراق أو في الكثير من البلدان التي كان فيها تدخل عسكري أمريكي أو تدخل لحلف الناتو فشل التدخل في تحقيق الهدف هو تقوية المؤسسات الديمقراطية تحقيق تصالح داخلي صحيح تم القضاء على الكثير من القادة والشخصيات الذين كانوا مصدر خطر وتهديد لكن هذا التدخل العسكري ترك أيضا جراحا لم تندم البعد والكثير من مشاعر الكراهية ليس فقط تجاه الأمريكان والغرب لكن أيضا تجاه سكان نفس البلد النهج العسكري فشل وهناك أكثر من أدلة على ذلك ربما ما دفع الأمريكيين للتعجيل بسحب قوتهم فيما يخص مستقبل أفغانستان هناك تخوف داخلي من حقوق النساء حقوق الأقليات وأن لا تفرض حركة الشريعة الإسلامية في وجهها الصارم وتنفيذ عقوبات على كل من يخالفها هناك مطالب الآن من دول الاتحاد الأوروبي للحركة بأن تلتزم بالقوانين الأساسية وبحقوق الإنسان ويبدو أن الحركة إلى حدود الآن ترسل رسائل للأوروبيين وللعالم بأنها لا تنوي أن تقوم باضطهاد الحقوق وستشرك الجميع وقالت أيضا أنها جاءت ليس لتحكم لوحدها بل لإشراك الجميع طبعا هذا على المستوى النظري أما على المستوى الواقع هناك مآسي الكثيرون يفرون من البلاد والأيام والأسابيع القادمة وما ستظهر فعلا الوجه الحقيقي والجديد لحركة طالبان دكتور عبد الرحمن عمار الخبير بشؤوني الأوروبية والألمانية بدا تشفل الألمانية شكرا جزيلا لك عفوا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة من قضايا دولية نلتقيكم الأسبوع القادم بنفس الفقرة ولكن بموضوع مختلف لنتوقف وإياكم مع جملة من الأخبار القصيرة